بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بدي علمك كيف تنزل الـ extension على الفيجوال ستيديو كود طب شو الفائدة من الـ extension اتفقنا انه الفيجوال ستيديو كود لما نزل عندك على جهازك هو فاضي مفيش فيه ولا اي لغة برمجة ولازم حسا نفهم هذا المحرق انه انا مثلا بدي برمج بالدارت بدي برمج بالسي بلس بلس على سبيل المثال طبعا وبرضو الـ extension بتساعدني اني احسن منظر الفيجوال ستيديو كود اول extension احنا محتاجينها هي فلتر وبعدين الدارت هم الاثنين بينزلوا مع بعض فتعالي ننزلهم اول اشي هاي الفيجوال ستيديو كود هتنتبه انه في مشروع فلتر احنا صح دورتنا مش فلتر بس انا حبيت اوضح لك الامثلة على مشروع فلتر عشان تشوفي الاختلافات اول نقطة رح تنتبه عليها اللي هي اكسي بلور اكسي بلور هو خلنحكي مستعرض انت رح يكون عندك على اليسار انا عندي اياع اليمين عشان في الشرح يكون موضوع اسهر كيف بدي دخلي يتجاع اليمين الموضوع جدا بسيط خليني اصغر لك هاي شوي زي هيك ممتاز شايف هالخيار الهون اكبس عليه هون عندك يا رايت يا لفت مش بتختار اذا خليتها لفت هيجت هنا لو خليتها رايت رح تيجي على اليمين الى تخرج الاختيار مش شاطة تطبق زيه انا بخليها على اليمين عشان الشرح فقط يكون واضح بالتسجيل الشغل الثاني لا تركز في الكود هذا كل ما بيهمنا بس اندوريك شي يعني ايكون شي يعني كود كالر هسه راح تهمك بس المهم لا تركز في الكود نيجي هسه على خيار اسمه اكستينش هاي مربعات هسه انت بتعمل هون سيرش على فلتر هايها فلتر اول واحدة طبعا انا منزلها فاش حكيلي هون اني ستور يعني احذفها هاي ده احذفها معك هون بيحكي لك اهم الريلود للفج والستيديو كود يعني نعمل تحديث للفج والستيديو كود انك انت حذفت فلتر ما بدي ارجع نزل فلتر وهيك فلتر نزلت هسه ممكن يطلع لك ميسيج يحكي لك لازم ننزل كمان الدارت تحكي له ياس اذا ما طلع لك اياها برضو عادي نروح وين على الدارت وبتنزلها ازاي ما حقيت لك قبل شوي بس بتكبس كلمة انستول تنزيل تمام هينزلنا اول ثم تاني بعد هيك بنا ننزل الفج والستيديو كود ايكون ايش فكرتها لو رحنا هسه على اكسبولر طبعا هشرح لك الفج والستيديو كود بالتفصيل شو مكوناته كل اشي لكن هسه بس خلنزل اكستنشن وانا في عندنا ملفات انا ناشئها حعلمك اياها في المستقبل بس الهدف هون عندنا فولدر اندرويد شعر كيف حطلك هون نظام الاندرويد هون حطلك نظام الايو اس ايكون الايو اس هون مثلا حطلك اللايبري مثلا حطلك التست ما عطي منظر حلو صح هاي ما بتكون موجودة اصلا بالفج والستيديو كود اول ما تنزل فبتيجي هون تعمل سيرش فيج والستيديو كود ايكون ايه فيج والستيديو كود ايكون وبتعمل انستول بتنزلها بعد ما تنزلها رح تظهر عندك شغلة اسمها ست فايل ايكون ثيم بتكبس عليها كبسنا على ست فايل ايكون ثيم وبتختار فيج والستيديو كود ايكون هيك عشان تتفعل ممكن بعد تنزلها ما تحس باي فرق لانه اصطى ما عندك في الدرات ولا في عندك ملفات صح بس خليك واثق فيها انها تكون شغلة community material theme وهي الفكرة منها نطعطي theme للفج والستيديو كود نيجع extension community material theme اول واحد community material theme اعمل لها install بعد تعملها install ياس في عندك set color theme تكبس عليها انزل بالسهم على كل واحدة رح يتغير الثيم معك اختار الثيم لبناسبك تمام انا محب الدارك صراحة عشان تكون عيني اهدى ولا مكتوب في الكود ما اتوجه انه احيانا مش احيانا هو اصلا اللايت فضاءته قوية وانحنا منطول في الكود يعني منطول ساعات فيفضل الدارك الثيم بالدكية بعد اعمل enter تمام او اعمل click في الماوس انا مجيش اختار اي ثيم من هدول لانه عندي اصلا theme default انا عامله يهب الشكل ننتقل الهس لل error light ايش هو error light خلينا ننزل اول ايش مع بعض error light اول واحد نزل لي اعمل لي الهاء install عشان افهمك فكرتها خلينا افتح اي ملف dart زي ما حكيت لك لا تركز معاي في الكود اعمل مشكلة شو انتبهت قال لي لو سمحت ضيف الكومة هي هاي error light error light ننتعطيك error عن نفس الصدر عشان تحل المشكلة بشكل سريع ففكرت error light هي بتساعدنا على حل المشاكل بشكل اسرع لانها بتظهر معاك في الكود فيحطينا هنا كومة انا شرحت لك اياها عشان تكون امورك تمام اكيد انت هسا مش رح تشتغل معاك ليه لانه مش بتبقيل اصلا كود احنا بس اتوقع الفكرة صارت واضح نقطة مهمة انا هون بس بشرح لك افكار في التطبيق رح توضح معاك وهذا المشروع هو مشروع فلتر لسه اصلا بدنا كمان قائمة تشغيل ثانية عشان نشرح الفلتر لكت عندي مشروع فلتر جاهز حبيت اشرح عليه عشان فيه فلدرات كثير نظر انها كمان وهي indent rainbow هاي احسن واحدة فيهم ومكل ممتازات شايف هون الالوان عندك هاي اول لون بعد صار لون اخضر بعد لون بابر هي هاي الاندن هننزلها مع بعض هاي اول واحدة اعملها install الهدف منها كل space تعطي الو لون معين عشان ما تخربت كل space يعني كل فراغ تعطي لون معين اتوقع الفكة صارت واضح اخر نقطة حاب تطبق لي اياها عشان رح تساعد لقدام شايف الاقواس كيف البداية والنهاية بنفس اللون احا تقولي دقيقة شو اقواس هاي ما اخذناها شوف معي شايف هون كيف هاي بداية قوس وهي نهاية هاي بداية وهاي نهاية نفس في براكت يعني أقواس بير براكت بير كولوليزيشن وعمل تشك عليها صح لما تعمل صح ساعدتها الأقواس البداية والنهاية حيكون إلهام لون موحد زي هيك طلع كيف هاي بدايتها وهي نهايتها بنفس اللون مثلا ها بالقوس وين بدايته شوف نفس اللون هاي بدايته وهي نهايته هاي حنشرحها في لغة الدارت تقلقش أم نبلش بشغلة اسمها ميثود راح تشك قوتها إنه أم تفتح قوس وتسكره حيتنول من نفس اللون لهون أتمنى إنه كانت الأفكار واضحة وسهلة الأشياء اللي سويناها بس عشان نحسن الفيج والستيديو كود هتقولي بس هالأشياء المحتاجين ها بحكيلك لا كتركز معي هسا في المحاضرات اللي راح نبلش فيها في الدارت فكل محاضرة راح أعطيك extension تساعدنا بتحسين الكود وكتابة الكود بشكل سريع والنقطة الثانية إنه إحنا محاضراتنا بالترتيب يعني ما بيصبط مثلا تحضر المحاضرة قم عشرة بعد المحاضرة قم عشرين كل محاضرة معتمدة على المحاضرة القبلها وأتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة